تقترب الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة من طي شهرها الثالث بعد أيام قليلة ولا يزال التصعيد العسكري سيد المشهد دون أي بوادر لوقف إطلاق النار في ظل اشتباكات وظل قصف إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة من القطاع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أفادت أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وكتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على محور مدينة جباليا ومخيمها وأحياء في مدينة غزة وسط قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على المنطقة بالتزامن مع سقوط قتل وجرحة في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبية القطاع المتحدث باسم مزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة قال من جانبه أن الجيش الإسرائيلي قتل وأصاب عشرات المدنيين في جباليا ومخيمها ومنطقة تل الزعتر ومخيم النصيرات خلال الساعات الماضية مضيفا أنه أعدم العشرات في الشوارع بعدة مناطق من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثمانية من جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء الحرب في السابع من تشين أول أكتوبر الماضي إلى أربعمائة وخمسة وثمانين جندياً إضافة لإصابة ألف وتسعمائة وتسعة وعشرين آخرين ويأتي ذلك وسط استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق متفرقة من القطاع حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية حي السلطان بمدينة رفح وذلك بعد إعلان وزارة الصحة بغزة ارتفاع قتل الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية إلى مئتي شخص